للمزيد ينضم إلينا من مع هراجان العالمين كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري للتعرف على تفاصيل أكثر كريم يعني تابعنا طبعا سباق الهجن وتابعنا الاستعدادات لسباق الهجن حدثنا أكثر عن الفعاليات الجديدة في مهرجان العالمين من حفلات فنية ومسابقات رياضية تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين فعلا يعني زي ما زميل العزيز محمود جميل كان بيتكلم دلوقتي على انه فعلا المهرجان اللي حصل النهاردة داخل مهرجان العالمين في نسخته التانية الخاص بالهجن وقال ما هو الا رسالة واستعداد وتجهيز لسباق الهجن يكون موجود يوم الثلاث ويوم الاربع ويمكن دي ميزة معينة موجودة دايما في المحافظات المصرية مش مقتصرة بس على العالمين الجديدة هي كانت موجودة كان المرة في العالمين اهل تعمل لكن المرة دي زي ما نشاهد عيد كان بتكلم هي فعلا جمعة من عدد سبير من المحافظات ومحافظات المحافظة هيكونوا تركينه كمان اخواتنا العرب هيكونوا موجودين كمان وهيشاركوا جفالهم المختلفة النهاردة يمكن لو بدينا فعلا من الزميل محمود جميل الزميل محمود جميل من حتة الهجن وي الجزء الخاص باعدام اكتر من الف وخمسمية وحاجة وتلاتين جمل هيكونوا مشاركين الحقيقة ان الجمال منها جمال للسبقات ومنها جمال للاستعراضات بشكل عام لكن ده تعاون الحقيقة ما بين الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية واتحاد الهجن ولكن اكيد اللي بنظم رياضة الهجن بشكل عام هي وزارة الشباب والرياضة لليها دور كبير جدا وفعاليات كتيرة حضرناها لكن دورها النهاردة كمان مهم فيما يتعلق بالهجن عشان نتكلم اكتر عن دور وزارة الشباب والرياضة معايا دلوقتي ضيفي الدكتور سامح منصور وهو مدير ادارة المشروعات بوزارة الشباب والرياضة برحب بحضرك فندم على القناة الاولى ما الذي توفره وزارة الشباب والرياضة لدعم رياضة الهجن عامة وجودها النهاردة في العالمين الجديدة في المهرجان وزارة الشباب والرياضة لها تواجد جد جدا في مهرجان العالمين بدأ الأسبوع الماضي بصورة اسكرية للأبطار المباريين اللي هيشاركوا في باريس ان شاء الله بعد أولمبيات الأسواء ويمكن النهاردة تاني فاعلية اللي هي مهرجان الهجن رياضة جميلة ورياضة محببة ورياضة تراثية للمصريين والعرب حالك نوهت ان فيه يعني ان شاء الله فيه بطولة بكرة وبعده على المستوى العربي ومشاركة دولة الإمارات وزارة الشباب والرياضة بتدعم ده سواء على مستوى المسطولة ان هي فيه بطولة الهجن بتتنظم في مصر وكمان على مستوى الممارسة احنا شفنا النهاردة رياضة الهجن بتشارك فيه الممارسة العامة والتعريف بالرياضة في الشارع من خلال تواجدها في مدينة العالمين حضراتكم كل الإعلاميين النهاردة بيغطوا الرياضة ديت وان فيه مسيرة للهجن النهاردة موجودة فبالتالي كل العالم شاف الرياضة الجميلة ديت وإن فيه رياضة تراثية موجودة في مصر وإن شاء الله تنتشر بشكل كبير جدا من خلال إلقاء الضوء عليها في مدينة العالميني النهاردة أيضا أكيد الوزارة بتقدم نوع من أنواع الدعم دايماً له الرياضيين موجود زي ما أحدك ستذكرتها مع البراليمبيين موجود فيه نشاطات أخرى لكن إيه الدور المباشر اللي بتقدمه لإتحاد الهيجن أو للهيجن خصوصاً بعد العرض الجميلة اللي شفناه النهاردة وفي انتظار أكيد تنظيم هاي اللي المهرجان هيكون بكرة وبعد زي ما حكذكرت أو فجر بكرة وبعد إن شاء الله زي ما قلت لحضرتك إن إحنا في الوزارة بنشتغل على شقين شخ الممارسة العامة من خلال إدارة المركزية للتنمية الرياضية وفي شخة الهيجن اللي بتدعم كل التحاد الرياضية طبعاً ومنها اتحاد الهيجن في البطولة دي أو غيرها سواء لدعم المادي أو الليجيستي أو التسهيلات اللي بتقدمها وزارة الشباب والرياضة في إنجاح كل إن شاء الله البطولات اللي بتتنظم على أرض مصر سواء للهيجن أو لغيرها إن شاء الله بإذن الله شكراً جزيلاً دكتور سامي على هذه المعلومات الوافية شرفتنا ونورتنا وزي ما كنا يعني سمعنا حالاً دلوقتي هي يعني تكاتف الحياة بين كل الجهات عشان تخرج دايماً الفعاليات المختلفة في مهرجان العالمين الجديدة في موسيقيته التانية بأحسن شكل منها الحقيقة مسابقة الهيجن أو مهرجان الهيجن الحقيقة اللي بيشارك لأول مرة في مهرجان العالمين في نسخيته التانية وهي دي الفكرة إن احنا بنبعت رسالة إنه إن احنا بنحاول دايماً نقول إنه إحنا داعمين لكل أنواع الرياضات حتى لو هي رياضات الهيجن الحقيقة سواء كان في العريش وشارم الشيخ ولكن المميز المراضي نهاية في العالمين الجديدة حال دا هيقتصر بل المهرجان على فكرة الهيجن أو الاستعراض أو المسابقة اللي هتكون اليومين دول الحقيقة إنه لأ زي ما الزميل محمود كان بيتكلم من شوية إنه لسه فيها تبقى فرقة الفنون الشعبية وفرق خاصة وحفلات خاصة بي وزارة الثقافة هتكون موجودة على الممشى السياحي النهاردة وده أكيد ما يمنعش أنه استمرار الحفلات اللي هتكون موجودة بعد كده على المسرح الروماني في المدينة الترفية هتبقى تقريبا يعني يوم أو يوم لأ يعني شكل شبه يومي للحفلات دي غير الحفلات الأسبوعية اللي موجودة في اليو أرينا غير الفعاليات الرياضية المختلفة غير الحقيقة كمان إنه المشاركة من الطلاب يعني الأطفال ليهم أماكن يلعبوا فيها هنا في المهرجان مشاركة الناس بشكل عام في الشاطئ العام الحقيقة كمان إنه الطلاب اللي موجودين من الجامعات بيجوا عشان يمارسوا هوياتهم المفضلة من رسم ومن غناء على المنطقة الترفيهية أو في المنطقة الترفيهية بالإضافة للفعاليات الرياضية زي كرة القدم وكرة السلة وكل ده أكيد هنتابعوا في الأسبوع الثالث المهرجان العالمين الجديدة في نسخيته الثانية بارجعلكم مرتين بشكرك شكرا جزيلا كارين بيبرز مرسل التلفزيون المصري بشكرا جزيلا كارين بيبرز مرسل الترفيهية شكرا